موسيقى قبيل يومين من انعقاد قمة ما سمي الدول الضامنة تركيا ايران روسيا في مدينة سوشي لا تزال الخروقات تتوالى على مناطق خفض التصعيد حيث يستمر القصف المركز لميليشيا اسد الطائفية والميليشيات المساندة لها على رفي ادلب وحمى مراسل اورينت رصد استهداف ميليشي اسد الطائفية للمناطق من زوعة السلاح في قرى وبلدات ريف حمى الشمالي وادلب الجنوبي بحوالي 90 قذيفة صاروخية كان النصيب الاكبر منها لريف ادلب الجنوبي حيث سقطت 67 قذيفة صاروخية 20 منها طالت مدينة خان شيخون و37 استهدفت بلدة التح و10 صواريخ استهدفت جرجناز في حين كان نصيب مدينة كفرزيتا شمال حمى 20 صاروخا القصف المكثف احدث دمارا كبيرا في بيوت المدنيين وممتلكاتهم ولم تسجل سوى عدة اصابات خفيفة بين المدنيين ما ادى لمغادرة عدد كبير من اهالي هذه المناطق الى بلدات اخرى المؤسسة السورية للدراسات وابحاث الرأي العام وثقت 400 خرق لميليشا اسد الطائفية لاتفاق سوتي في ادلب اسفر عنها 69 قتيلا بينهم 10 اطفال و7 نساء خلال قرابة 4 اشهر ونصف اي منذ توقيع الاتفاق في ايلول الماضي اشتركوا في القناة